اهلا بحضراتكم النهاردة محمد صلاح النجم ليفربول الانجليزي وقائد منتخبنا الوطني بيودع مدربه الالماني يورجين كلوب بعد سبع سنوات اضوها مع بعض في امفلد وحققوا خلالها كل الالقاب الممكنة حمد صلاح النهاردة بيودع مدربه السابق يورجين كلوب وبيستعد بقى لاستقبال المدرب الجديد ارني سلوت المدير الفاني الهولندي اللي اعلن عنه نادي ليفربول النهاردة حمد صلاح الحقيقة كان يعني مرتبط بعلاقة قوية جدا مع مدربه يورجين كلوب على الرغم من اللي حصل السنة دي والمشدة او يعني الخلاف اللي حصل على الخط ما بينهم في مباراة واستهام بالدوري وهو الحقيقة كان موسم مش من احسن مواسم محمد صلاح شفناه مبارح بيودع مدربه في الملعب وكان معابناته بيحتفل معهم بعلم مصر ونهاية موسم محمد صلاح وموسم ليفربول بشكل رسمي خلينا نبص بص على رسالة محمد صلاح لكلوب يعني الراجل طبعا كان علاقتهم قوية جدا بيقول كان من الرائع مشاركة كل هذه الالقاب مع بعض والخبرات معاك على مدار سبع سنوات اتمنى لك كل التوفيق في المستقبل واتمنى ان احنا نلتقي مرة اخرى محمد صلاح طبعا يعني بيودع مدربه دي تاني رسالة وداع محمد صلاح النهاردة اول موسم ده بيطلعها بعد ما كان ودع مدرب منتخبنا الوطني روي فيتوريا بعد رحيله عن الفرعنة النهاردة كمان بيودع مدربنا دي محمد صلاح بعد موسم مش من احسن مواسم الاسطورة المصرية واحد من انجح اللاعبين في تاريخ مصر خارج الحدود والراجل حقق كل الالقاب مع ليفربول بداية محمد صلاح عارفينها طبعا كانت من بازل السويسري بدايته برا مصر بعد رحيله عن المقاولين العرب وبعد بازل كان اكتر من تجربة كان معاهم لاعب مميز لكن تجربته مع ليفربول ومع يورجين كلوب حولته من لعب مميز لواحد من نجوم اللعبة على مستوى العالم واحد من افضل لعبي العالم ان لم يكن الافضل يعني من وجهة نظري في موسم 2017-2018 اول موسم ليه مع ليفربول واللي وقتها حقق كل الارقام القياسية اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش الراجل جه من روما كسر الدنيا في اول موسم ليه طوج بجائزة هداف الدوري واحسن لاعب والموسم ده بعد سبع سنوات في ليفربول مع يورجين كلوب محمد صلاح بيخرج من الموسم خسران لقب الدوري في الاسابيع الاخيرة خسران كمان جائزة هداف الدوري اللي حصل عليها قبل كده اكتر من مرة وكمان ما كانش مشارك فيه دوري ابطال اوروبا كان موسم الحقيقة مش من احسن مواسم ليفربول ولا احسن مواسم محمد صلاح ولا احسن مواسم كلوب اكتفوا بكاس ربطة المحترفين الانجليزية ده اللقب الوحيد اللي حققه فريق ليفربول السنة دي لكن كان معاه تساير كتيرة بالجملة سواء على مستوى الدوري مستوى كاس الاتحاد او حتى بطولة الدوري الاوروبي اللي ودعها على يد فريق اطالنطا اللي تأهل للمبارنة ايه عشان ديني للاعب باير ليفاركوزين الفريق اللازي لا يقهر هذا الموسم في نفس الوقت اللي محمد صلاح بيودع فيه مدربه ويعني نقدر نقول اللي خد صلاح من اللاعب المميز لللاعب العالمي نادي ليفربول بيعلن عن تعيين مدربه الجديد ارني سلوت المدير الفني الهولندي سلوت عارفين طبعا ان هو كان بيدرب فيه الدوري الهولندي والنهاردة ليفربول بيعلن التعاقد رسميا مع المدرب وان هو هيتولى المسئولية في يوليو المقبل من اول يوليو هيكون ارني سلوت متواجد في مركز تدريبات ليفربول وهيقود فترة الاعداد للموسم الجديد ولحد اللحظة دي لسه مفيش كلام على مستقبل محمد صلاح محمد صلاح خلاص الموسم الحالي انتهى رسميا بالمباراة الاخيرة لالعبها فريق ليفربول قدام وولفرهامتون مبارح وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون ارد الموسم اللي جاي اللي هيبدأ هيكون هو اخر موسم في عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول ولسه محدش اتكلم هل محمد صلاح بالفعل سيرحل للدور السعودي اللي قدم له الموسم اللي فات وفي يناير اللي فات اكتر من عرض لضمه لكن النادي ومحمد صلاح تمسكوا بعض ومحمد صلاح كمل الموسم في ليفربول الموسم الجاي هو الموسم الاخير هل ليفربول هيوافق على رحيل محمد صلاح في الصيف عشان ما يخسرش ماديا انه عارفين طبعا ان محمد صلاح لو فضل موجود في ليفربول الموسم اللي جاي هينتقل بشكل مجاني لأي فريق يرغب فيه ضمه وبالتأكيد هتكون فسارة كبيرة ليفربول ليفربول لحد الوقت ما فتحش ملف تجديد عقد محمد صلاح ولا فتح الباب لرحيله ولسه لحد اللحظة دي موقف محمد صلاح غم سواء هيكمل مع ليفربول في الموسم اشتركوا في القناة امد صلاح وقلاص بيودع مدربه والفترة اللي جاي بها تشهد عصر ارنسلوت ارنسلوت المدير الفني السابق لفريق فاينورد الهولندي وخلاص هو المدير الفني الحالي لفريق ليفربول وتقارير صحفية كشفت عن تفاصيل المفاوضات بين ليفربول وفاينورد واللي تم بمجابه ليفربول دفع 7.700.000 جنيه استرليني للحصول على خدمات الراجل ده الراجل ده ما فيش في عقده شرط جزائي مع فريق الهولندي فالي فاربول تم التوصل بحل او باتفاق كده مع ادارة النادي الهولندي على دفع 7.700.000 جنيه استرليني لفسخ عقد الراجل ده مع فريق فاينورد اللي كان مستمر لعشرين ستة وعشرين ارنستوت هو بطل الدور الهولندي الموسم قبل الماضي مع فريق فاينورد ويوصل السنادي لنهائي كأس هولندا لكنه خسر والراجل يعني بيتوقع لنفسه وجماهير ليفربول بتمنى نفسها بقى ان هي تبدأ عصر جديد بعد رحيل يورجن كلوب اللي خلاص قال انا البطارية عندي خلصت انا مش قادر اكمل واعلن قبل نهاية الموسم ان الموسم الحالي هو الموسم الاخير وبالفعل كلوب كان عند موقفه وبيختتم وينهي مسيرته مع ليفربول بالعديد من الالقاب ويكفي انه المدرب الوحيد اللي فك عقدة الدوري الانجليزي في عصر بيب جوارديولا يعني ليفربول ما كانش بيتوق بالدوري من سنة تسعين رجع بيكسب الدوري في عشرين عشرين وبيكسب اول لقب من بين انياب بيب جوارديولا اللي احتكر الدوري الانجليزي وكسبه اخر اربع سنين اربع مرات متتالية وكان قبلها في مرتين عشان يوصل لست القاب في ثمن سنوات فقط بيب جوارديولا متواجد فيها مع مانشستر سيك خلاص انتهت رحلة محمد صلاح مع يورجين كلوب وبالتأكيد بنتمنى ليورجين كلوب واحد من المدربين المؤثرين في مسيرة محمد صلاح واحد من اللي حوله محمد صلاح من لعب مميز للاعب اسطوري لعب محطم كل الارفام القياسية بالتأكيد بنتمنى التوفيق ليورجين كلوب اللي هنفضل فاكرينه دايما ان هو مدرب محمد صلاح وبالتوفيق لمحمد صلاح كمان سواء هيكمل مع ليورجين كلوب او هينتقل لأي نادي اخر نشكر حضراتكم على المتابعة ونتقابل ان شاء الله في تخطيات جديدة